رضا سليم إيه لدات الكاملة بتاعته؟ لأن الحقيقة صفقة كتير حاولوا التأثير على الأهل فيها ويمكن لفت نظري أنه نصر الديني النبي وده الرجل التونسي المدير الفني للجيش الملكي قال الأهل خاد مني 40% من قوة فرعتي وأنه رضا سليم ما كانش بس أهم لعب الجيش الملكي الموسم ده ده كان واحد من أهم نجوم البطولة المغربية كلها وقال أنا كمدرب بلوم النادي الأهلي أنه خاد مني على ذكر 40% من قوته لكن شوفوا بقى تأدير الموانس عادل أشار للجزئية شوفوا مردود قيمة الأهلي عند الأشقاء في المغرب مقارنة بالمحاولات اللي حاول الصغار هنا يأثروا فيها على صورة النادي الأهلي ويحاولوا تشويق قيمة النادي الأهلي الرجل قال لك أنا بقول رضا أنت رايح النادي الأكبر في أفريقيا أنت رايح لنادي بيضيف له كل لعب يرتبط به أنت قدامك مشوار كبير جدا بيضيف يا صدر إبراهيم لكل لعب إلا لعب ينادي الزمالك بعد ما ياخده البطولات والأوسمة بيندمه لما يبطاله يندامه ريدا سليم موليد خمسة وعشر عشرة تسعة وتسعين طوله مية خمسة وسبعين سانتي ووزنه سبعة وستين كيلو بيلعب جناح يمين ومدربه قال قال أن أنا أتمنى أنه يفضل بيشارك في الجناح الأيمن هي دي قوته وهي دي خطرته إلا إذا راح أو إلا إذا شاف مارسو الكولر حاجة تانية هو كمدرب أدرب لعبت وقتها قال كمان القيمة التسويقية على فكرة حاليا لريدا سليم اتنين واثنين من عشر مليون يورو وده السابت في ترانسفير ماركت مشواره مع الكورة بدأ إزاي؟ بدأ في أكاديمية الجيش الملكي في قطاع الناشئين في الجيش الملكي قعد ثلاث سنين فيه وبعد كده راح لعب لناشئين الرجاء من 2014 ل2017 رجع تاني للجيش الملكي وفضل معاه لغاية لما لعب للفرية الأول في 2019 لعب للفرية الأول هو تحت العشرين لعب للمنتخب المغربي للمحليين وفاز معاه ببطولة أمم أفريقيا للمحليين 20-20 انجازاته الشخصية ريدا سليم أفضل لعب شاب في الدور المغربي 2019-2020 أفضل لعب في الدور المغربي 22-23 بصه بحافظ على اللقب تاني هدافي الدور المغربي هذا الموسم بـ 11 جون عمل إيه مع الجيش الملكي؟ النابي المدرب بتاعه بيقولك دربيعين في المية من قوتي بيجامله ولا دي حقيقة؟ هو شارك خلال الموسم اللي ده في 39 مباراة سجل 13 هدف وصنع 14 هدف شارك إجمالا مع الجيش الملكي في كل المباريات في 115 مباراة سجل فيهم 32 هدف وصنع 26 هدف حقم مع الجيش الملكي بطولتين في كاس العرش موسم 2020 والدور المغربي 22-23 فاز مع المنتخب المغربي للمحليين بطولة أمم أفريقيا 2020 وشارك مع المنتخب المغربي الأول تحت قيادة عموتة في 2021 وخض مباراة دولية واحدة ودي يمكن أنتوا بتشوفوا أبرز مهارات وأهداف لاعب الأهل الجديد رضا سليم طيب اللي أنت قلته ده بيقولك لماذا اختاره الأهل أيو لأنه عنده كل الكلام ده أيو المعايير القياسات بالإضافة إلى مش عارف أقولها أو لم أقولها كنت نفسي أستأذن للأول طريقة كولر طريقة كولر في استكمال قراره بيلجأ إلى الطب النفسي حد يسمع عن الكلام ده قبل كده إلى الطب النفسي معا حد ده غير الدكتور محمد أبو الوافر لا 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 حد بيديله الشخص ده اسأله في 1,2,3,4,5,6 وياخدوا الكلام ده يحللوه بعدين يقوله أيوة ينفع يبتدي بقى تكلم معه أنت وتحور معه وتكتشف 1,2,3,4 إذا تطبق الكلام مع الحوار يبتدي يقولك الشخصية دي ممكن تيجي النادي للأهل وده كلام جديد بيعمل تحليل داتا أنا متأكد أنه لو كان عمل الكلام ده مع برونو مثلا كان ممكن حيتعفز ولكن هما الحقش ما هما الحقش يعمل الكلام ده ولذلك الناس كتير تقولك هو بيفكر كتير ليه لأن كل اللي فات دي دي أرقام أرقام هو بيقدر يستدل بيه على سمات الشخصية لله لا دي أرقامه في الأداء سماته الشخصية من خلال اللي أنا بيقولك عليه بقى تحليل إذا تكامل لأن أنت مجتب أرقامك مرعبة ولكن تيجي عندك بدقة تيود ما تعرفش تندمج ما تتحملش الضغوط سريع أنك يبقى لك رد فعل سلبي أماص أنت في حاجات كتير جدا ولذلك أنا متحفز جدا على سرعة أن نحن نقول أيوة كده لا أيوة كده اخترنا أيوة كده اخترنا عملنا الهم ورق كويس لكن اللي جاي إيه بقى ده بتاع رضا ده بتاع زميله ده بتاع كولر ده بتاع التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتاع أن نسيب كل حاجة في حجمها يا جماعة ما نحسس الناس إنها خلاص عملت اللي عليه هي لسه ما ابتدتش هو مؤشر للعب كبير لكن هو لعب مطش واحد دولي مع الفريق الأول لأن منتخب المغرب مرعب طبع عشان تجد لنفسك ما كان فيها فأنت عندك دلوقتي وعد اسمه كريستو ووعد جدا اسمه رضا سليم يعني كريستو عاد بخبرات وخيدها رضا سليم ده برضو يولي لك النادي القالي بيعمل إيه في بكرة أو في بعض بكرة فأنت بتنزل بمتوسط السن بتراعي تدرج الأعمار بتراعي تدرج الخبرات بتراعي أن اللي ييجي يعرف يندمج وينسجب بنضع الله سبحانه وتعالى رضا سليم ليس مادة للتحفيل على أحد يا جماهير الأهلي من فضلكم العيب اخترناه بمعايير دعوا رضا ينضج مع فريقه على نار هادئة احنا مش جايين نقول للناس ايوة مش عارف ايوه عندنا مين وانتو معرفتوش تعمله عاجل لا شأن لكم بالآخرين ارجوكم ارجوكم نترفع عن التحفيل علشان نقدر ربنا يبرك لنا ونقدر فعلا نشعر ان احنا بنطور بحاجة لها قيمة